السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي العزاء في هذا الفيديو سوف نحسب قيمة الدالة المركبة عند قيمة محددة الـ X أو عند المتغير X بصفة عامة نركب دلتين ونحسب مجال الدالة المركبة ثم أخيرا نفاكك الدالة المركبة إلى الدلتين دعونا نبدأ فيديو بسيط وسهل دعونا نحل مع بعض في البداية أبناء الدالة المركبة تكون مركبة من أو تنتب من تركيب أكثر من دلتين أو دلتين فأكثر يعني مثلا الدالة المركبة G والدالة المركبة F نفرض أن الدالتين F و G لهم مجال مشترك فالمتغير المستقل X عندما يدخل في الدالة G تؤثر عليه ويخرج G of X إذا أخذنا المنتج G of X وأدخلناه في دالة جديدة F نحصل على القيمة F of G of X وهو تركيب الدالة جي كمدخلة في الدالة F ومجال الدالة المركبة يا جماعة F G of X بصفة عامة F dot G of X مجال هذه الدالة يكون مجال الدالة F of G of X يعني مجال الدالة الجديدة المركبة تقاطع مجال الدالة G prime of X اللي هو عفوا تقاطع مجال الدالة G تعالوا نفقه من الكلام ده من خلال الأمثلة بسيطة جداً وسهلاً في البداية يا أبنائي هقوا هذا السؤال تعالوا نشوفه مع بعض في التمرينين 12 و 13 اللي تكون الدالتان F of X و G of X دالتان خطيتان 4 X ناقص 5 أو سهلاً 7 X أوجد قيمة F of G of X طبعاً حاجة سهلة جداً لما نجيب القيمة احنا بنكتب طبعاً F أهو جداً سهلة بنكتب الدالة اللي برا دي ونروح نحسب يا جماعة G of 3 الجزء اللي جوه ده G of 3 الدالة G أهي نحط فيها ال X ب 3 يعني negative 7 time 3 واخد بالك ونحسب الكلام ده F of سلب 7 3 سلب 21 الآن هنحسب قيمة F of negative 21 نروح للدالة F دلوقتي المتخلة طبعاً X تدخل في الدالة F تتضرب في 4 الأول ثم نطرح 5 زي ما أنتا شايف فدالة سلب 21 هتكون 4 ضرب سلب 21 ناقص 4 ناقص 5 عفواً ناقص 5 وبنحل المسألة بكل بساطة سلب 4 x 1 4 8 ناقص 5 ينتج معنا سالب 89 شكراً هذا هو الحل تعالوا نشوف كده مسألة تانية الجزء التاني اللي هو بي ما قيمة F F of G of X طوله بساطة شوف طريقة سهلة جداً اكتب ال F وفتح قوس انقل الدالة G of X انقلها عندك G of X قدامك هي عبارة عن سلب 7X هذا الكلام يسوي ما قيمة ما قيمة سلب 7X يا جماعة في الدالة F الدالة F زي ما أنتا شايف هنا هي قدامك F of X تساوي 4X ناقص 5 هنعوض فيها مكان كل X هنا هنعوض مكانها بهذا المقدار سالب 7X فالدالة يساوي 4 ضرب سالب 7X ناقص 5 بنحل ده ونسيب خلاص دي الدالة المركبة F of G of X negative 28X minus 5 thank you this is اللي أنا حليته ده عبارة عن F of G of X لو خدنا سؤال آخر أوجد قيمة G F of negative 2 وF G of 3 في الدالة عندنا طبعا عندنا رقم 14 دالتين G والF تعالوا نحسب أول واحدة بسم الله F dot G of 3 يساوي هنكتب F ونحسب G of 3 كل بساطة G of 3 نحط هنا 3 في الدالة G أهو 3 زائد 1 يعني F of 4 ونروح نحسب F of 4 2 into 4 minus 3 answer 8 minus 3 is equal to 5 بس كل بساطة احنا حسبنا دلوقتي F of G of 3 تعالوا نحسب دلوقتي G of F أهو G dot F of negative 2 طبعا زي ما انتو شايفين أول دلة يا جماعة بتأثر على negative 2 هي الدلة القريبة منها اللي هي ال-F لذلك بنكتب G دلة كمجرد دلة باسم الدلة ونأجل تنفيذها لغة لما نحسب F of negative 2 نروح نحسب يا جماعة F of negative 2 اهو 2 ضرب negative 2 minus 3 كل بساطة يساوي G of نحسب اللي جوة دا 2 ضرب سالب 2 سالب 4 نقص 3 سالب 7 ونروح أخيرا نحسب G of سالب 7 سالب 7 هندخل ها في الدلة G أتبقى سالب 7 زائد 1 يساوي سالب 6 شوف دي الأمور سهلة بسيطة إذن الدلة المركبة لقيمة معينة نحسب داخليا الأول لأن زي ما قلتلكم السالب 2 لأن أحسب الدلة عندها تتأثر الأول بقيمة F لأنها أول الدلة عندها بعد ما نحسب F negative 2 اللي هي بنبسطها وتطلع معاك رقم 1 بنجيب G negative 7 ونشوف ها كما نشوف هنا برضو أوجد الدلة دي في طريقة تانية اللي حب يحل على مرتين يا جماعة شايفين اللي تحتها خطي دي اللي هي F G 3 الأول نحسب G 3 واحدة واحدة نحسب الجزء ده الأول G 3 هنروح 9 ناقص 3 تربية 0 بعد كده بعد ما حسبنا ده يا جماعة 0 هجيب بقى F 0 F 0 عبارة عن 0 على 0 زايد واحد يساوي 0 بس هذا احنا كذبنا حسبنا آخر سطر ده هو F G 3 أوكي تعالوا نحسب التانية برضو G هنحسب F اللي يحب يحل واحدة واحدة نروح للدلة F نحط سلب 2 سلب 2 على سلب 2 زايد 1 يساوي سلب 2 على سلب 1 يساوي 2 واروح بعد ما حسبنا يا جماعة F اللي هي قيمتها طلعت معانا 2 نجيب بقى G G هروح للدلة G وحط فيها 2 9 minus 2 squared يعني 9 minus 4 is equal to 5 اللي بعده اوجد F G و G F X ومجال كلهم منهم خلينا نبدأ بأول واحد F G F G X نحسب واحدة واحدة ونشوف نجيلي المجال ازاي الاول F G of X يا جماعة هروح للدلة F هاو اكتبها و G of X نقلها يعني سهلة جدا وبعده نجيب ازاي نجيلي ندخل X نقص واحد كمدخلة في الدلة F يا جماعة تروح للدلة F الله يسلم مكان كل X تشوف ها تحط مكان X minus 1 يعني تكتب 3 into X minus 1 الامور مجرد تعويض يا جماعة مجرد امور سهلة جدا 3 X نقص 3 زائد 2 يعني الحل 3 X نقص 1 شكرا دي الدلة F G of X is equal to R تقاطع R يساوي R thank you that's all هذا مجال الدلة تعالوا نحل المسألة التانية اهو اللي هي G F of X نبدأ نكتب G وفتح قوس أنا F of X هنا 3 X plus 2 يساوي يلا ناخد 3 X plus 2 ده input اهو يشايفين كل ده جماعة يجي مكان X دي هو ده G of 3 X plus 2 المهم هنقول 3 X plus 2 minus 1 so the answer is 3 X plus 1 غلاص اذن مجال G dot F of X يعني بصها جماعة احنا منكتب ده المركبة G dot F of X منكتب ها بهذا الشكل او G of F of X بالأقواس او بالDot D وD زي بعض المهم يا جماعة مجال الدلة G dot F of X يساوي الدلة دي الدلة خطية مجالها R والدلة F دي تاني واحدة خلي بالك اللي هي الداخلية اللي احنا حليناها دي برضو مجالها R وبالتالي R تقاطع R R تقاطع R يساوي R اللي هي جميع العداد الحقيقية والR يا جماعة تكتبها بسورة فترة هي جميع العداد بين السلوب لا نهاية ولا نهاية هذا هو الحل السؤال التالي هنا اوجد نفس الشي يا جماعة او يلا نحل واحدة وانا سيب لكم التانية I want to solve or find the composite function f of g of x اوكي اتن ال f وتروح g of x تعوض عنها g of x بتساوي square root of x plus one اوكي f ال x بلاس وان يلا نروح لدل f نحط مكان كل x الجزر x زائد واحد اهو اهي ال x هي قدامك هفتح قوس واكتب جزر x زائد واحد وحط عليها تربية بس كلنا عارفين التربيع بيلغي الجزر التربيعي فتظل x زائد واحد ناقص اتنين يساوي x ناقص واحد خلاص طيب مجال هذه الدلة مجال هذه الدلة هي في البداية جماعة الدلة مجال الدلة نجيب مجال g اول حاجة مجال g of x ايه كل g of x زي ما انت شايف عبارة عن ايه مجالها دلة جزرية مجالها x زائد واحد اكبر من او ساوي صفر x اكبر من او ساوي سالب واحد ده المجال الدلة جيو طيب مجال اه الدلة اهو واحدة واحدة مجال الدلة نقصد بها الجديدة دي اللي هي اف اه اللي احنا حلناها مجال الدلة اف g of x اي دلة خطية مجالها اذا اهو اذا مجال الدلة f of g of x تقاطع ال r مع الجزء ده او هاد الجزء x بجال zero equal negative two عايزين نكتبها sorry negative one sorry negative one عايزين نكتبها في صورة فترة نكتب سالب واحد مغلقة ولا نهاية or طبعا هذا هو الحل انا حليت f of g of x يلا نتحل g f of x واحد اوجد مجال يلا ناخد الدلة كسرية نتعاول العالم ازاي نجيبها يلا ناخد اي واحدة منهم مثلا f of g of x f of g of x دلة مركبة زي نحلها نكتب f ونح ننقل g g كانت واحد على x minus 1 ونروح للدلة f نعوض عن كل x بواحد على x نقص واحد الدلة f قدامك اهي تبدأ تكتب في الدلة عادي بلما تيجي x اكتب مكانها 1 over x minus 1 اوكي plus 1 دي ما ننساهش يا جماعة plus 1 دي هي دي يا جماعة وها تنسى المهم يا جماعة عشان نبسط هذا المخدار اسهل طريقة للتبسيط هنا يا جماعة ان انت تضرب في المقام تضرب في x minus 1 والواحد ده تضرب في x minus 1 والكسر ده تضرب في x minus 1 خد براحك وكتب الكلام دي على مهلك اذا x نقص واحد فوق تحت x نقص واحد على x نقص واحد ساق واحد بقي واحد بس زائد واحد في x زائد نقص واحد اللي قدامك هي نفسها x نقص واحد وبالتالي الاجابة x نقص واحد على هنا واحد نقص واحد صف على x دي تدلل المركبة يا جماعة ال f g x طيب ازاي نجيب المجال هنجيب دومين اهو دومين بتاعت g يساوي g يا جماعة قدامك شايف الدومين ده عبارة عن r قدادة الحقيقة كلها معادة الواحد اللي هو ده يا جماعة شايفين طيب والدومين بتاعة f dot g of x اللي انا حلتها دي ده اللي برضو كسرية مجالها r معادة الصفر لان طبعا احنا بناخد المقام يساوي صفر فنقول في الاخر الدومين r معادة الصفر يعني كل عدلها حقية مع الصفر اذا اهو الدومين بتاعة composite function f dot g of x يساوي لما نيجي نجيب التقاطع يا جماعة بين r نقص واحد يعني و r نقص صفر هو بيكون r معادة الصفر والواحد يعني يا أستاذ مش فاهمين تعال اقول لك يعني تخيل كل خط الاعداد يا جماعة كل خط الاعداد ما عليش شوية كل خط الاعداد اللي عليه اعداد ليس لها نهاية من يمينه من الشمال لما نستثني منه يا جماعة الصفر والواحد بقى عندي ثلاث فترات سالب ما لنهاية وصفر مفتوح صفر وواحد مفتوحة وواحد الى ما لنهاية ثلاث فترة يعني إذن الحاجة البسيطة يا جماعة اللي أنا كاتبها دي ممكن تكتب مكانها اللي أنا هكتبه لك بالواحد سالب ما لنهاية صفر اتحاد صفر وواحد اتحاد واحد ولا نهاية شكرا هذا هو مجال الدل المركبة اخر حاجة عندي يا جماعة عندنا ممكن نجيب العكس أنا ميديك دلة مركبة واخد بالك اهو بيقولي في التمارين من 26 الى 30 اوجد جي اوف اكس واف اكس بحيط يمكن وصف الدلة في صورة اف اوف جي اوف اكس محضين الاف الاول وبحضين الجي بشارة ألا تكون دلة محايدة دلة محايدة الاف اوف اكس ايكول اكس مش عايزين واحدة منهم تكون دلة محايدة تمام طبعا في اكتر من حل لهذا نوع المسائل الدلة اف يا جماعة هنقول كده اف اوف اكس ايكول شايفين اول حاجة بدأ فيها الجزر تقوم كاتب جزر اكس دي الدلة اف الدلة جي التانية الداخلية يعني الدلة الداخلية اللي هنا هي الداخلية اللي في المسألة واخد بال اكس تربية لو ركبناهم حيث تبقى اف تحصل على الدلة دي سكوار روت اوف اكس سكوار ماينوس فايف اكس شوف ادي ايه سهولة ادي ايه جمال يعني اخد واحدة كمان هذه الدلة يا ابنائي برضو الدلة الخارجية هنسميها اللي بره الدلة الخارجية يعني ايه يعني كل ده يسمي اكس وتحط عليه تربيع دي اسمها الدلة الخارجية الدلة الداخلية او جي اوف اكس هي اللي جوه دي اكس كيو فلاس سهل جدا جدا واخر حاجة عندنا هذه الدلة لما تحب تسميها دلة اف ودلة جي الدلة اف هي الدلة الخارجية يعني ايه خارجية يعني الاساسية دي يعني المكان اللي جوه القوص ده يسميه اكس قص خمسة زائد دين مثلا وهتسمي الدلة جي هي ما بداخل القوص اللي انت حزفت اكس نقص ثلاثة عشان هو تكتب اكس اكتب اكس مقص ثلاثة الحقيبة الاصلية طيب يا ابنائي شكرا جزيلا بارك الله فيكم بالنسبة لبعض الطلاب اللي سألوني على المراجعة ان شاء الله بنزل المراجعة للباقة الاولى قريبا وفي مراجعات اريد من العام الماضي في موجودة في البلايليست اتمنى ان انتو تسفيدوا من هذه اشكركم يا ابنائي واراكم على خير في المرة القادمة بارك الله فيكم واراكم على خير